وانت بتدور على تسمين الزغليل الزغليل اللي هي بتبقى ضعيفة ان شاء الله بإذن الله هتحل كل المشاكل اللي عندك بدون أي أدوية بدون أي تكلفة بتكلفة بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا جماعة عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على مكون موجود في كل بيت هيساعدنا في زيادة وزن الزغليل وزيادة حجب الزغليل لو انت بتدور على تسمين الزغليل الزغليل اللي هي بتبقى ضعيفة اللي كلنا طبعا بنشتك منها فترة من الفترات كده بيطلع عندنا زغليل بتبقى مقفعة زم احنا بنقول كده وبنلاقيها خاسة رغم ان القصوص عندنا احجامها كبيرة هنتكلم على المكون ده كمان هيساعدنا في زيادة الانتاج ويساعدنا ان شاء الله في حل مشاكل كتير جدا من الأدوية والعلاجات مرض موجود كانكر حويصالي اي مرض من الامراض دي ان شاء الله الحاجة دي سهلة وبسيطة جدا وموجودة زي ما انا بقول كده في كل بيط هتساعدنا ان شاء الله في حل جميع المشاكل زادة ان هي كمان لها مفعول قوي جدا مع الزغليل ومع الاصوص الكبيرة ان شاء الله النهاردة هتكلم على الطوم الطوم يا جماعة اللي هو فص الطوم الصغير ده ممكن ان انا اجيبه فعلا اعتبره ان هو من الاسعافات الاولية بالنسبة طبعا للامراض لو انا عندي مثلا اسهالات اي نوع من الاسهالات ومش قادر ان انا حل المشكلة وعلى ما شوف طبعا العلاج بيكون الفرد واع مني سدقني عليها مفعول السحر انا بمسك كل قص من الاصوص اللي عندي سواء كبير او صغير بمسكه بديله نص فص طوم للاصوص الكبيرة لو كان الفص صغير لو كان الفص كبير بقسمه على نص بقسمه على نصين يعني ربع وبمر كده على الاصوص بتاعتي كلها بعالج طبعا مرض اللي هو اول حاجة البكتيريا اللي هي بتبقى داخل معدة فرد الحمام او داخل الامعاء زاد ان انا بقضي على الديدان انا ما بحتاجش جراعة الديدان اللي انا بدور عليها لان طبعا طوم مضاد دحايا وطبيعي وقاطل للديدان او طارد للديدان فدي كده طبعا الاصوص اللي عندي الكبيرة ما بتنقلش اللي هو افقانكر نتيجة الكلفة الملوسة او الميا الملوسة للزغليل فبالتالي الزغليل عندي بيطلح حجمها كبير زاد كمان ان انا بدي للزغلول ذات نفسه من بعد عمر اسبوع كده او خمس تيام بيبدأ الزغلول يدبس بديله ربع فاص طوم بمر برضه كده على الزغليل بتاعتي كل تلات اربعة تيام بديها ربع فاص طوم يعني مرة او مرتين في الاسبوع صدقني لها مفعول السح في زيادة وزن الزغليل يبقى كده يا جماعة ده اعتبر من المضادات الحيوية اللي هي بتعالج الحمام بتاعنا يعالج الاسهالات الكنكر اي مرض طبعا من الامراض اللي هي انت بتدور على العلاج بتاعها ومش قادر تحل المشكلة او مش قادر تشخص المرض بتاعك فحاول انك انت تجيب كده ربع فاص طوم وبتديلي الفرد بتاعنا لمدة تلات ايام صدقني لها نتيجة رهيبة جدا جدا مع الحمام بتاعك ومع القصوص اللي هي تعبانة لو في حالة كاشاشان برضو ممكن تستخدم معها فاص طوم حالة اسهال كونكر اي نوع من الانواع اللي هي البكترية له كذا طريقة ممكن استخدمها به للحمام بتاعي وممكن ان انا اعود الحمام بتاعي على ريحة الطوم احط فاص طوم في وسط الكولفة بعود الحمام بتاعي على الريحة اللي هي بتاعت الطوم بعد كده لما ببدأ ان انا حتى لو عفرت الكولفة بالبصل بودر او الطوم بودر او ان انا ممكن ان انا اعصر عصر الطوم كده وابدأ ان انا انشف فيها الكولفة او ارشع على الكولفة وابدأ قلبها واسيبها تنشف دي برضو طريقة مهمة جدا جدا لو انا عايز اقدمها للحمام بتاعي باستمرار وعايز اعالج الحمام بتاعي او ان انا احصن الحمام بتاعي وما يجولوش اي امراض ممكن ان انا اقدمه بالطريقة دي كده التانية ان انا ممكن اه زي ما احنا شايفين كده بابدأ ان انا احط الطوم وهو اه معصور كده واسيبه لمدة ساعتين وابدأ اسحب السرينجة على القصوص كلها سواء مريض او غير مريض بابدأ اديله ثلاثة سنتي بالفم مباشر مفيش اي مشكلة كده بعلج الحمام بتاعي وبحافظ عليه من اي امراض وخاصة الامراض البكترية اللي هي بتبقى منتشرة وبحافظ على وزن وزيادة وزن الزغليل بتاعتي وبكبر الزغليل فعلا بالطوم اللي احنا اتكلمنا عليه يبقى كده دي الحاجات اللي انا اتكلمت عليها بالنسبة للطوم وبالنسبة ان انا بعتبره اسحفات اولية بالنسبة للحمام بتاعي وفعلا هو اعتبر من الاسحفات الاولية جرب كده لو عندك اي فرد فيه اي مرض واتدي له نص فاص طوم ازا كان فرد كبير ربع فاص طوم لو هو لسه مثلا صغير اه شوف كده النتيجة ان شاء الله بازن الله هتحل كل المشاكل اللي عندك بدون اي ادوية بدون اي تكلفة بتكلفة بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت دي كده بتكون نهاية حلقتي معكم يا رب كده 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 اقدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم ما تنسناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراكو في القناة وياريت فعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته